يعني هسنا نسولف على أولا هي مو أموال النظام السابق هي أموال الدولة العراقية والشعب العراقي اللي اشتراها النظام السابق لأن النظام السابق من اشترا عقارات لوزارة الخارجية واشترا مزارع شاي في فيتنام هاي ما اشتراها الأشخاص واسجلها باسم أشخاص هذه كانت مخصصة للدولة العراقية لأن كان مثلا وزير التجاري يقول لك احنا بدل ما نشتري شاي من سيرلانكيا نزرع هناك وكانوا يفكرون بعقلية يعني هذا مو مدح للنظام السابق بس حتى نتكلم بشكل واضح أما لما نتكلم أنه شلون اليوم إحنا لما نسولف بالاسترداد ليش مكوبوك داخل العراق هذا السؤال جيد أنا طبعا أستاذ علاء صديقي وزميلي ومن الدورة الأولى وحتى من كتبنا القانون من كتبنا القانون ما لثلاثين كان معايا ولكن أنا رسالتي للكتل السياسية بأنه مهما دام رئيس هيئة النزاهة يكون بالوكالة فما راح يعدي واجبة وعندنا تجارب كثيرة من رحيم العقيل إلى حسين الياسري إلى علاء الساعدي إلى آخرين